احبائي اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب حياة مسيحية سؤال جميل جدا وصلنا بيقول فيه السائل وعنالش ان كان رجل ولا ست بيقول ما الفرق بين الغنى والثراء سؤال في متع جمال قد ما هو سؤال صغير لكنه عميق جدا تعال نشوف في المعنى بتاع اللفظ نفسه الغنى يعني انا عندي كل ما املكه مستغني عن اي حاجة تانية مفيش حاجة تانية محتاجها الثراء هي الحاجات الثرية الثروات الموجودة عندي الثراء هي مجموعة الثروات الموجودة عندي يبقى الغنى حاجة داخلية اشعر ان انا مش محتاج اي حاجة زي المثل الالباني الجميل يقول ايه الغنى ليست كثرة ممتلكاتك بل قلة احتياجاتك يعني انا وانت ايا كانت ظروفنا المادية في غنى لان ربنا مغنينا من فضله ومن خيره عارف زي ايه لما تصحى الصبح بادري وتقول ايه يا رب انا جزء من هذا الكون وانت اله هذا الكون هتديني النهاردة ما احتاجه لازم هتديني ما احتاجه وما اتمناه وان لم تعطيني ما اتمناه فلانك محضر لي حاجة احلى مما اتمناه اما الثراء هي مجموعة الثروات اللي الانسان بيملكها خدها قاعدة لحياتك الانسان اللي بيعتبر ثراء وغنى غنى 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 في كمية الثروات اللي عنده بس هو انسان فقير لانه يفضل دايما دايما محتاج الانسان اللي يعتبر الثروات اللي عنده جزء من غنى حلو جدا لكن لو كانت هي كل غنى يبقى انسان فقير مش غني فاذا الغنى حاجة داخلية اننا بربنا مستغني عن كل حاجة حلو ان يكون عندي ثروات حلو يكون عندي ممتلكات انما دي حاجة جزء من السعادة جزء من الغنى وليس الغنى نفسه الغنى حاجة داخلية ده الفرق بين الاثنين هنهيلك بقصة صغيرة تاخد يدوبك دقيقة واحدة واندي قصة حقيقة عن واحدة عمل كتاب اسمه الخدعة 22 وكان عامل حفلة كبيرة جدا في البيت لان الكتاب ده باع منه اكتب من مليون نسخة ودعي ناس كتير جدا في المكان بتاعه رجعت لما جاله واحد كده غاني جدا بقى والرجل رجل ثاري بقى رجل معه فلوس كتير جدا والرجل اعمال قال له يعني كسبت كان في الكتاب ده تلاتة اربعة خمسة مليون دولار قال له قا تقريبا كده مثلا مكسب قال له انا عملتها مبارح بس في صفقة من الصفقات فرد عليها الرجل الكاتب قال له بس انا عندي حاجة مش موجودة عندك قال له ايه عندك ايه عندك عندك ايه مش موجودة عندك قال له عندي حاجة مش موجودة عندك أنا عندي أني أنا راضي وشاعر اللي عندي ما يكفيني أنا عندي غينة داخلي أي أن كان المجزب اللي عندي أنا راضي لكن أنت دايماً عايز أكتر وعايز أكتر وعايز أكتر لأنك بتاخد غناك من ممتلكاتك حيث أني مهمة جداً أني إحنا نعرفها غينانا وعلاقتنا بربنا بيغنينا عن كل حاجة أشكركم ونشوفوا في الحلقة جاء إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر